مشاهدينا بنرجع مرة تانية وقصة كفاح المصريين هي فعلا ملحمة بطولية خالدة لم ولم تنتهي أبدا كتبها أبطالنا وشهدأنا بحروف من نور والحقيقة بنقول سيناء من التحرير إلى التعمير بعد تحرير سيناء بدأنا مرحلة التعمير ولكن مهم جدا جدا نعرف معركة التحرير كيف ومتى بدأت إلى أن وصلنا إلى تحرير سيناء بالكامل هي معركة هذه المعركة يمكن كان لها مراحل كثيرة كان لها مراحل مختلفة عموما عشان نتكلم عن هذا الموضوع طبعا بشكل قيم وبشكل فعلا نعرفه ويكون فيه توثيق لمثل هذه الأحداث في هذا اللقاء القيم بيسعدنا وبيشرفنا وجود سيادة اللواء علي حفظي مساعد وزير الدفاع ومحافظ شمال سيناء الأسبق سيادة اللواء أهلا بحضرتك معنا وكل سنة وحضرتك طيب وشرفتنا وأسعدتنا يا فندم بهذا اللقاء القيم شكرا جزيلا كل سنة وحضرتك طيبة والسادة المشاهدين بخير ومصر دايما بخير يا رب إن شاء الله يا رب يا رب مصر دايما بخير يعني بفضل رجالها الأوفياء الشرفاء الأوفياء اللي بيحبوا البلد أكيد يا فندم أكيد اسمح لي حضرتك بنقول سيناء من التحرير إلى التعمير عايزين نبدأ كده يعني مع حضرتك ونسترجع الزاكرة بداية تحرير سيناء وتسمحي لي لما بنتكلم عن سيناء سيناء بقول بوقع من أرض مصر لها مكانة خاصة في تاريخ مصر وفي قلوب المصريين ويمكن عشان نوضحها للأجيال الجديدة يعني شوفي حضرتك سيناء دي من أهام المصريين القدماء هذه الأرض هي التي تحملت كافة المعارك التي دارت على مر تاريخ مصر ضد الغزاة والطمئين لخيرات مصر اللي كانوا بيأتوا دائما منين من الشرق يعني لازم يعبروا إيه سيناء صحيح بنقول هي البوابة الشرقية يا فندم أنا يقول كلمة البوابة ما بحبش همهاش بوابة لكن هي كانت الظروف الليل لأنه برضو نقطة مهمة أوي من الكثير يمكن فكرش فيها مصر يمكن مش عايز أقول الدولة الوحيدة اللي يمكن موقعها في قرتين يعني إحنا جزء في آسيا وجزء في أفريقيا يعني هم موقع بغرافي متميز يعني لا مسيلة لا خلاص نودي أحد المميزات يعني صحيح ويمكن بيربط ما بين القرات التلاتة أسيا وأفريقيا وأوروبا أي في نفس الوقت أقول دارت على أرض سيناء كل المعارك بها من أيام أطناء الهكسوس والحيسيين والتطار والمغول والعثمانيين والفرنسيين والإنجليز والبطال وخلافه والصهينة وأخيرا كان الإرهاب فإذا سيناء نقول موقعها ومكانتها تختلف عن أي بقعة أخرى من أرض مصر نقطة تلتة مهمة بالنسبة لسيناء يعني بقول هذه الأرض الطيبة باركها القالق سبحانه وتعالى ويمكن لها علاقة بالأديان السماوية التلاتة فإذا من حيث البعد الأمني مهم البعد العقائدي مهم النقطة التلتة من حيث موقعها وارتبطها بمصارح الأطراف الأخرى مهم النقطة الرامعة بقى ربنا نحبها بيقول بثروات مليانة خير يعني هي البقعة الوحيدة اللي يمكن بقول بيتوفر فيها كل أبعاد التنمية الشاملة طيب ليه مصر من زمان ما استغلتش سيناء لذلك بقول حضرتك كانت في المفهوم المصري أنها مصرح ميدان القتال اللي بندفع به عن بلدنا فإذا كانت منظور التعمير مش موجود أنت منظور حماية بلدك هو اللي كان موجود لطريقة احنا أنا فاكر كده أول خدمة لي ميدانية فروحت العريش ويمكن أنهيت خدمتي بعد 40 سنة في العريش كمحافظ فبقول كنا ويقولنا أنت راحين ميدان القتال يعني راحين العريش أو راحين سيناء يعني راحين عشان إيه نقاتل وندفع عن بلدنا هذا المنظور لم يتغير إلا بعد الحقيقة بقول الملحمة العظيمة اللي تمت في اكتوبر 73 واللي عطت درس لأعداءنا يمكن ما زالوا حتى هذه اللحظة متؤثرين بنتيجة هذا هذه الملحمة اللي تمت في اكتوبر طيب ما تذكر كده أن في أدوان خمسة يونيو سبعة وستين خمسة يونيو سبعة وستين الجانب المعادي في غفلة من الزمن نجح في أنه استولي على سيناء في ست أيام أسأل نفسينا بقى وأسأل حضراتكم والأجيال الجديدة أقوله طيب إحنا عشان نرجع سيناء لأخر شپر قعدنا كم سنة إتنين والعشرين سنة من سبعة وستين لأثنين وثمانين كان فيها الصراع بيننا وبين الأطراف المعادية لنا سواء كان إسرائيل ومن يدعم إسرائيل لازم نبقى برضو فاهمين بالأجل الجديد تبقى فاهمها أن إسرائيل جزء من التوجه الاستراتيجي للغرب هما اللي أنشأوها وهما اللي بيحموها وهما اللي بيدعموها عشان نبقى فاهمين يعني صحيح لدريت يمكن في أحد لقاءاتي هنا عندكم من سنين طويلة الحياة يمكن قلت كده الولايات المتحدة الأمريكية فيها خمسين ولاية والولاية الواحد وخمسين هنا اللي هي إسرائيل يعني كأنها تعتبر ولاية من ولايات الولايات المتحدة الأمريكية عشان كده لما تيجي حضرتك وتقولوا الكيل بميكالين ميكالين ده هما اللي عملينها يعني هي عاملة زي زي ابنهم أي صحيح المهم لما حصل هذا العدوان متذكر أن الزعيم الراحل عبد الناصر رحمة الله عليه أراد أن يتنحل إحساسه إن كان هناك مسئولية عليه ونتيجة عدم اتخاذ القرار السليم في المسئولية دي حصل حدث ما حدث في خمسة يونيو سبعة وستين نقطة مهمة بقى شعب مصر قالوا إيه وفقوه ولا مفقوه قالوا له إيه بقى تخالي بقى إحنا المصريين ربنا مدينا اللي بقول إيه سمات وصفات طيبة لو وظفناها ما حدش هيبقى زينا والله أيه فقبل مهم تخالي بقى شعب مصر بحط أهداف استراتيجية قالوا للعبد الناصر إيه لما نزد بقى المظاهرات حددوا له هدفين استراتيجيين قالوا لابد من تحرير الأرض يبقى نمرت واحد إيه تحرير الأرض وسعادتها المعركة الثانية لابد من السرداد شرف الكرامة المصرية والعسكرية المصرية إذا كان فيه هدفين من اللي حددهم الشعب المصريين المهم صحيح معركة التحرير حضرتك بها بقول إيه أهدت 22 سنة فيها ست سنين صراع عسكري إصراع العسكري طيب إحنا بعد عدوان خمسة يونو سبعة وستين كانت الأحوال إيه كافة الظروف السياسية والاقتصادية والاجتماعية حتى العسكرية نتيجة الانسحاب من سينة كان الحقيقة حصل خسائر كبيرة كانت صعبة كبيرة خسائر كبيرة سواء في الأفراد أو في التسليح ويمكن فقدنا جزء كبير من التسليح أثناء عملية الانسحاب فكان الوضع صعب جدا حتى يمكن أعداءنا في ذلك الوقت تصوروا بقى أن مصر أطلقوا عليها كلمة قال إيه مصر أصبحت جثة همدة ولن تحوم لها قائمة قبل عشرين تلاتين سنة شوف ده التصور نتيجة البضع ده آه طب على أرض الواقع بقى إيه اللي تم شوفي الجيش اللي كان في ظروف صعبة للغاية وقالوا قدامه عشرين سنة للغاية لما يعيدوا بناء الجيش تاني أي تخلي حضرتك أن في الثلاث أربع سنين استعادنا بناء الجيش المصري تاني في كل هذه ظروف صعبة صحيح يبقى دي كانت أول معركة لأن نجاح في إعادة بناء الجيش المصري في سنوات قليلة في نفس الوقت وإحنا بنبني الجيش تقعد بناء الجيش عشان ندافع عن الأرضنا العدو ما يتمحش في أي حاجة تانية آه وفي نفس الوقت نجاهز نفسنا المعركة معركة تحرير آه بعتبر إحنا مقصرين في إبراز هذه المرحلة آه ليه حضرتك؟ لأن إحنا في المرحلة دي يمكن قمنا بحوالي أربح تلاف عملية عسكرية في الخمسمائة يوق آه يعني الرقم ده معلش آه ليه؟ باختصار شديد كان هناك التزام آه أنه يوميا يوميا القوات المسلحة المصرية آه تقوم من ثمانية إلى عشرة عملية في الخمسمائة يوم يعني كل يوم من الخمسمائة يتم فيه من ثمانية إلى عشرة عمليات بقى متنوعة آه كماين إغارات قصف مدفعية طيران يخش إضرب يعني تنوع بحيث كانت المهمة على كافة تشكيلات القوات المسلحة يعني الجيش الثاني يوم بعمليات والجيش الثالث يوم بعمليات القوات الخاصة يوم بعمليات الطيران يوم بعمليات البحرية الدفاع الجوي وهكذا طيب العدو بتاعنا العدو الإسرائيلي لديه طيران متفوق ليه طيران متفوق لأن في حرب في عدوان خمسة يونو سبعة وستين نجع في أنهم يعملوا خسار كبيرة في القوات الجوية عندنا وبالتالي أصبح القوات الجوية إمكاناتها محدودة وأصبح طيران وهو القوي وحصلوا على أحدث طيارات في العالم الفانتوم والسكاي هوك من أمريكا والميراج من فرنسا وإحنا عندنا التسليح كان محدود طيب نواجه الطيران ده زي لأنهم كانوا بالطيران يخشوا لأي بوقع في أرض مصر وبالتالي كان يقول لك إحنا زراعة طولة بتاعتنا الطيران اللي توصل لأي حتة في مصر طيب حسن حضرتك أقول لك طيب رأيك كيف الزكاء المصري عالي ولا متوسط أكيد عالي عالي أكيد عالي وظفنا بقى الزكاء المصري طبعنا عشان نعمل القوات الجوية هتاخد سنين طويلة إعداد القوات الجوية يمكن فترة إعدادها وتأجهزها بياخد فترة أطول كتير من باقي القوات لأن فيها النواحي كثيرة فنية تختلف لديك بتاع التقارات والتكنولوجيا والقيمة نفسها عالية جدا عالية جدا فبقول طب رحنا مفكرين بقول إيه نعمل قوات جديدة لأول مرة ما كانتش موجودة في القوات المسرعة المصرية اسمها قوات الدفاع الجوي يعني هذه القوات لم تكن موجودة يعني بعد سنة تقريبا أو سنة وشوية في آخر الثمانية والستين أو تسعة وستين بتادينا ننشئ قوات الدفاع الجوي بتخلي يا حضرتك بقى يعني دي بتتخلييني برده يعني نمزج لانا بقولها دي بقول قضاء شوفوا مع ظروف الصحبة دي المصريين شكلهم إيه وقت إحنا وقت الزنقى بنقف وقفة قوية المعدن بيباني ايو ايو صحيح صحيح فبقول بقى لما عشان إزاي نتعامل مع الطيران ده فأوجدنا قوات الدفاع الجوي طيب الطبيعي إن أي حاجة بتنشئيها جديدة لأول مرة يعني بتبقى صعبة ولا سهلة صعبة أكيد صعبة أكيد وما فيش خبرة وما فيش ناس جاهزة لها خلاص طيب نسأل بقى نفسنا طيب إزاي إنتوا يا مصريين قدرتوا في السنتين ثلاثة تعملوا قوات الدفاع الجوي دي نقول إيه أكثر الدول تقدمها في العالم كله بعد الحرب جايين ياخدوا خبرة مصر إزاي قدرت تهم القوات دفاع جوي نجحت في إنها تخلي الطيران الإسرائيلي يخاف يعدي القناة شوفي بقى العظم فقوات الدفاع الجوي قامت بدور عظيم الحقيقة صحيح والتعمل يمكن حوالي مئة قاعدة صواريخ على امتداد القناة ومنعت العدم من الإغارات اللي كان بيتم فيها وفي نفس الوقت كان لها دور عظيم جدا في عملية العبور والاقتحام في تعمل ثلاثة وسبعين صحيح المعركة الرابعة اسمح لي طيب تفضل يا فاند يعني الجزء دي عشان نكمل المعركة الرابعة كانت معركة الزكاء المصري احنا اتفاننا الزكاءنا عالية ايه وبالتالي يوظف هذا الزكاء فعلا فيه كيفية خداع كل اسرائيل والأطراف التي تدعم اسرائيل يعني نجحنا فعلا من خلال قطط الخداع الاستراتيجية والتعبائية والمتنوع سياسيا وإعلاميا وعسكريا واجتماعيا صحيح ان احنا نقدع كل أجهزة مخابرات العالم ما فيش حد قدر يتوقع ما حدث في ستة اكتوبر ثلاثة وسبعين فدي كانت معركة رابعة معركة الأخيرة طبعا كانت في معركة تحرير اللي هي بسميها أنا معركة ملحمة رمضان لأنها كانت يوم عشر رمضان كانت تلحية نقول يعني ملحمة في منظومة صحيح فيها كل الأبعاد السياسية والعسكرية وأبرزة قدرة المقاتل المصري أثناء هذه الملحمة فدي كان جزء رئيسي من معركة التحرير التبحى بقى بعد ما نجحنا في ذلك كان لابدة من عملية الانسحاب أي فتمت عملية الانسحاب من خلال مفاوضات سياسية ما بين الأطراف اللي كانت بترعي هذه الاجتماعات يمكن استمرت حوالي تسع سنين تسع سنين عشان ينسحبوا لغاية خط الحدود اللي كان فيها تحرير سينة زي ما يقول كده في يوم خمسة وعشرين أبريل أي سنة اتنين وتمانية صحيح اللي يمكن قبلها بشهر برضو معلومة للسادة المشاهدين والأجيالنا الجديد أي الجانب الاسرائيلي بتاعنا ده يجيد عمليات التزييف والتسويف وعدم الالتزام وخلافه دي دي طبيعة صحيح يعني ايه تعودنا عليها فجوم قبلها بشهر قالوا لا طابة مش بتاعتكوا احنا هناخد طابة دي خارج الحدود المصري فأوجدت كمان أنه الأزمة جديدة استمرت حوالي سبع سنين أي عشان كان في الأول مفاوضات ثم تحولت إلى التحكيم والمحكمة الدولية حكمت لنا إن طابة مصرية فأشوفي حضرتك عشان نحرر أرضنا عدنا اتنين وعشرين سنة صحيح بعد هذه الملحمة العظيمة الحقيقة والوصول إلى التفاقية السلام دي برضو نقطع عشان نبقى عرفينها كويس التفاقية السلام قدت اللي نظرتنا بقى لسينة طالما ما أصبحش في حر يبقى خيرات سينة لابد أن احنا ننظر لها نظرة أخرى أي صحيح فأدي تحولت بقى من معركة زي بقول كده معركة التحرير إلى معركة تنمية وتعمير على الأرض سينة للاستفادة من خيرات سينة لليها تأثير كبير قوي على مستقبل مصر إن شاء الله أكيد أكيد سيادة الوقت استرسال رائع الحقيقة وألقيت الضوء حضرتك يعني بلمحة كده سريعة وجميلة جدا جدا ولكنها قيمة وقدرنا نتوقف عند أحداث هامة جدا اسمحني برضو ننتقل إلى المعركة الحديثة بقى وهي الإرهاب اللي بدأت تقريبا من بعد عام 2011 وبردو أعتقد يعني رجال القوات المسلحة لهم كل التقدير والإحترام وشهداءنا الأبرار أيضا في هذه المرحلة أعتقد دي مرحلة مهمة جدا يعني والبعض بيطلق عليها إعادة تحرير سيناء مرة أخرى من الإرهاب أشكرك على هذه المدخل الحقيقة أشكر حضرتك يا فن لازم نبقى عارفين وفاهمين كويس قبل أن الطرف الإسرائيلي ومن يدعم هذا الطرف الإسرائيلي وبذات التوجه الغربي لهم أطمع في سيناء هذه الأطمع لن تنتهي لأنها موجودة في الأدبيات سواء السياسية أو العقائدية صحيح هم حطينها في دماغهم خلاص موجودة بالحضر دي أي فعندما لم ينجحوا عسكريا آه من ضمن الحاجات اللي حدثتها ملحمة أكتوبر أن أصبحت المواجهات ما بين الجيوش يعني نخلي بنا كده آه قلت قوي ليه؟ لأن المواجهات ما بين الجيوش الآن أصبحت الخسائر بتاعتها كبيرة قوي صحيح صحيح فلجأوا بقى إلى فكر جديد في تحقيق الأهداف كيف يحقق الأهداف بالوكالة من خلال أطراف أخرى مليشيات بقى عناصر داخلية حرب أهلية أفكار متطرفة وعمليات إرهابية يعني يوجد يحقق الأهداف ولكن ليس من خلال المواجهات الأسكرية آه فأنا بعتبر كان النظرة بتاعت استخدام الإرهاب في سيناء دي بالوكالة ما همين دول دول أطراف من خارج مصر بيدعموا قد يدعموا بعض العناصر الداخلية التي لا تفي بالوفاء لبلادها صحيح صحيح علشان يحققوا نفس الأهداف اللي هم عايزينها الأهداف بتاعتهم صحيح إذن الأهداف نقطة مهمة أطرافنا المعادية الأهداف اللي في دمخهم لن يحيدوا عنها وعشان كده لازم إحنا دايما نبقى وعين وفاهمين وجهزين لأي تحدي صحيح فكان دي معاركة وزيما حضرتك أبرزة كده دي أبرزة الثانية عظمة المصرية ليه؟ صحيح تخيالي حضرتك إحنا يمكن الجيش الوحيد بالتعاون طبعا مع جيز الشرطة ومع الأهالي الأوفياء اللي كانوا في سيناء طبعا يمكن الدولة الوحيدة اللي قامت قدرت تقضي على الإرهاب أي صحيح يعني شوفوا في العالم كله ده محدش قدر يعمل اللي إحنا عملناه يعني اللي عملناه في كتوبر برضو شوفي دي بقول التوارس الأجيال بقى أي صحيح اللي اتعمل في كتوبر اهو اتعمل زي تاني في الإرهاب انتوا فاكرين الإرهاب حيامل لا على مصر محدش عيدر على مصر بإذن الله يعني الرجال للقوات المسرحة الأوفياء الشرافاء رجال بالفعل صدقوا مع عهد الله عليه زي محرك أشرت من تلاتة وسبعين إلى هذه المرحلة بتتوارث الأجيال العقيدة السابتة والراسخة في القوات المسلحة المصرية وهي الحفاظ على الأراضي المصرية يعني إما النصر أو الشهادة زي ما دايما بيقالي يعني شوفي حضرتك حالى مر تاريخ مصر بتتوارث الأجيال أي خلاص زي ما حضرتك تفضلت كده مفيش حد على مر تاريخ مصر فرط في شبر من أرض مصر وأنا اللي بقولي استعادنا الأرض في 22 سنة دي دي تدي رسالة بإيه لا الأرض غالية عندنا أرضنا محدش بيفرط في شبر من أرض مصر صحيح صحيح بقول المكنون بتاع الطاقة بتاع الإنسان المصري ده فأي وقت شدة بديبان عظمة هذا الإنسان المصري بذكاءه وإخلاصه لبلده صحيح دي الحقيقة بقولي بتدينا بقى حتة الثقة في النفس طبعا ودايما أيا كانت التحديات اللي احنا هنلاقيها لازم نبقى فاهمين برضو أن الأطراف الأخرى من دايما هتحاول تحطينا تحت ضغط صحيح ويدخلونا في أزمة وقبل ما نخرج من الأزمة يدخلونا في أزمة تانية وهكذا يعني مش تقال كده في الحديث الشريف الرسول عليه الصلاة والسلام أهالي مصر يعني في رباط إلى يوم الدين بإذن الله لازم نبقى فاهمين كده صحيح صحيح بس نقول هما عندما تجتمع العناية الإلهية مع الأصالة المصرية لأبناء مصر الأوفياء اللي بيحب مصر صحيح دايما مصر حتى أنها عظيم بإذن الله بإذن الله ويمكن زي ما احنا شايفين برضو دلوقتي فيه تجديد للخطاب الديني وتجديد للخطاب الثقافي ومحاربة الأفكار المتطرفة زي ما حريك أشرت لأن الهجوم والمحاربة دلوقتي بكافة الأنواع عموما سيادة اللواء الحديث مع حضرتك حديث قيم ورائع جدا جدا مرة تانية كل سنة وحضرتك طيب وبالصحة والسلامة شرفتنا وأسعدتنا يا فادي حضرتك أنا أشكرك لهذا اللقاء طيب أشكرك يا فادي وفي نفس الوقت يسمحي لي بابا احنا بنختم هذا اللقاء أن احنا نتوجه بتحية إجلال وأعزاز وتقدير لكل أبناء مصر الأوفياء اللي استشهدوا من أجل الحفاظ على تراب هذا الوطن وفي نفس الوقت اللي لازم برضو نوجه تحية بالمناسبة دي للبطل العظيم الشهيد الراحل الرئيس أنور السادات صاحب قرار الحرب والسلام وبرضو بمناسبة تحرير سينة بقى احنا برضو نوجه تحية لأبناء سينة المخلصين اللي دايما كان كل هدفهم إزاي يحافظوا على أرض مصر وعلى أرضهم الطيب صحيح صحيح يعني كلمات تقدير رائعة جدا جدا من حضرتك لكل الأبطال واسمح لي برضو في نقطة برضو بنركز عليها معلش لما يعني اتكلمنا عن حرب تلاتة وسبعين صحيح زي محرك أشارت الدفاع الجوي وكل الأجهزة ولكن الشيء فعلا اللي أذهل العدو هي بسالة وشجاعة الجندي المصري المقدام اللي باعتراف يعني الأعداء وباعتراف القادة في إسرائيل قالوا إحنا كنا يعني مبهورين إنه إزاي الجندي المصري مقدام وإزاي على استعداد تام بالشهادة وإزاي شجاع وإزاي مش خايف أبدا من أي سلاح بيواجهه أعتقد ده الشيء اللي كان أكيد في حرب وفي نصر تلاتة وسبعين واللي مستمر معانا حتى الآن يعني إحنا شفنا أيضا برضو في الكمائن وفي عز العمليات الإرهابية قد إيه زباط القوات المسلحة البعض منهم كان بيطلب نقلوا لسينة علشان ياخد حق زملائه اللي استشهدوا في العمليات الإرهابية فهذه الروح القوية وهذه الشجاعة وهذه البسالة مستمرة في القوات المسلحة المصرية هي دي أصل دي عظمة الإنسان المصري حتى زي ما حضرك تفضلت البطل الحقيقي للملحمة دي أيا كانت هذه الملحمة بتاعت أكتوبر أو بتاعت الإرهاب البطل الحقيقي هو الإنسان المصري صحيح صحيح هذا الإنسان المصري اللي بيتجسد في مين بقى أنا أقول اللي عاوز يعرف المصريين شوف جنود مصر هما دول هما دول إيه ليه لأن الجنود مصري منين حضرتك من البيت المصري من كل بيوت المصرية يعني ده دول بيمثلوا الشعب خلاص فعظمة المصريين بتتقيم تبقى ليه في الجيش نسأل نفسنا طب ليه في الجيش لأن في الجيش بيطلع الطاقات الكامنة اللي جواه مهدي يعني معلش مع ترامي يقول إيه إحنا بنتمايز بأن لدينا كمصريين ربنا أوجد فينا في جناتنا طاقات كامنة لما بتطلع ما حدش بيقدر علينا بأمان لك صحيح صحيح و بتطلع في وقت الأزمات وفي وقت الشدائد الخطر بتلاقي الحماية نفسي بس نفسي الخليها على طول إن شاء الله إن شاء الله سيادة الواء علي حفظي مساعد وزير الدفاع ومحافظ شمال سيناء الأسبق كل سنة وحضرتك طيب شرفتنا وأسعدتنا يا فاند وحضرتك طيب ومصر بخير دائم يا رب دايما شكرا لحركة أسعدتنا مشاهدينا الكرام مرة تانية كل عام وحضرتكم بخير بنحتفل بالذكرى الـ 42 لتحرير سيناء يا رب دايما نحتفل بانتصارات وانتصارات قادمة بإذن الله انتظرونا بكرة إن شاء الله في نفس المعاد ولقاء جديد وبنسبح عليك ترجمة نانسي قنقر